رحلة سعيدة جداً بس الرحلة دي وراها علم كتير وراها محاولات طبعاً إرادة ربنا هي أهم شيء وفوق كل شيء وهي كل شيء لكن خلينا أقول لكم أنه في طريق المحاولات للإنجاب الحقيقة الموضوع مش سهل أخصوصاً أنه في عوامل كتيرة أحياناً تتداخل مع رغبة الإنجابة أسماء كتيرة بدأت تطلح نفسها وبدأت تتواجد الآن على مسامعكم وأمام أعين كل زوجين تكيس المبايد يعني إيه تكيس المبايد وكيفية التعامل مع هذه المشكلة اللي بيتقال إنها 25% من كل سيدات العالم عندهم تكيس المبايد و50% من اللي عندهم تأقر إنجاب ممكن تلاقي عندهم تكيس المبايد طب بتاني تضحب المهاجرة هذا المجم المرض اللي نقدر نقول عليه ستار فرض نفسه بقوة شديدة جداً والحقيقة الحديث كله في الفترة الأخيرة عن تأسيماته وتنوعه في التعامل معاه وكل حالة لها أسلوب وكل حالة لها قصة زي التكيس المبايد برضو الأورام اللي فيه وبرضو نفس القصة في حالات نتدخل وفي حالات تترك وفي حالات نتعامل معها إزاي وفي حالات يعني لازم نشيلها طب الحقن المجهاري دوره إيه معاها وأوعي الأخيري حقن المجهاري نفسه قصصه العلمية لا تنتهي وتفاصيل التعامل مع ضعف مخزون المبيض هل التنشيط بتاع المبيض يختلف من شخصية لشخصية من ست لست وتخوفي من كلمة فارط التنشيط الزي عف قدام هذه الكلمة وأبدأ أركز فيها جداً الفكرة العامة أنا كواحد ببص لحوارات تأخر الإنجاب بلاقي سواء ما يتضمنوا بالحقن المجهاري أو التعامل بالمناظير بحس دايماً دلوقتي أن كل حالة تختلف وأن التفاصيل الدقيقة في تشريح وتوظيف الحالة وتوصفها دا مهم جداً عشان نعرف هنتعامل معها إزاي فالنهار دا حلقتنا أنوانها الأساسي هو التفصيل التفاصيل مش التفاصيل يعني التفاصيل لأ التفاصيل يعني التيلورينج شغل الترزي كل حالة لها أسلوب قد تختلف على الحالة التانية في كل ما ذكر تكايس المبايد بطرة تراحم مهاجرة أو رامل فيها كل نقص مخزون مبيض كل حالة لها أسلوب تعالوا النهاردة نفهم هذه الرحلات المختلفة هذه العنوين المختلفة وزي ما قلتلكم في كلمة مهمة تفرض نفسها النهاردة علينا اللي هي كل حالة ولها أسلوب خاص بها تعالوا نشوف هذا الكلام مع ضيف العزيز اسمه متميز للغاية اسمه لامع اسمه على مستوى علمي راقي جداً نهاردة ضيف العزيز وسعيد جداً بقدومه لهذه الزيارة التي أستفيد وسأستفيد وتستفيد معي فيها كثيراً جداً ضيف العزيز لأساس الدكتور رامي العجم استشاري لأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والمناظر الضخيخة استشاري الحقل المجاري والإخصاب المساعد صاحب الزمالة البرطنية لأمراض النساء والتوليد وعضو جامعيه الأوروبية للإخصاب وعلاج تأخر الإنجاب صاحب دبلومة الحقل المنجرى من جماعة برني منجهام بإنجلترة ودبلومة المناظر الضخيخة من كليرمونت بفرنسا الاسم المتميز. اهلا بك دكتور رابين. اهلا بك دكتور ايمان. سعيد جدا بهذه الزيارة. انا اكتر طبعا. عندنا عنوين كتيرة. خلينا اقول انه عنواننا الاساسي هو تأخر انجاب. اكيد. اكيد طبعا. هبدأ ببطنط رحم المهاجرة. هذا النجم. يعني ايه بطنط رحم المهاجرة كيف يتعامل معها. احنا قبل الحلقة. قلت كلمة مهمة جدا. واحنا عادين بنجاهز لي. قلت لي دلوقتي. هي اللي بتفرض نفسها بقوة شيء جدا. اكلمي الاول عن بطنط رحم المهاجرة. بطنط رحم المهاجرة. اسم طبعا فرض نفسه الفترة الاخيرة. بطريقة فضيعة جدا. الناس كتير بتاعت تسأل ايه هي بطنط رحم المهاجرة. هي ببساطة بطنط رحم هو بتهاجر من مكانها. يعني بطنط رحم كانت عندنا في مكانها اللي هو جوه الرحم. كيف نتعامل مع بطنط رحم المهاجرة تبقى على حسب مشكلة الست ايه? يعني احنا مثلا عندنا ست جاية تشكي من قلم. هي مش فارق معاها تأخر انجاب. هي فارق معاها ان انا وجع مستمر. وجع اثناء العلاقة. وجع اثناء البرود. وجع من غير البرود حتى بيبتدي من قبل البرود. يكمل معنا فترة البرود كلها. ويكمل برضو بعد ما البرود تنتهي. وبالتالي يبقى دي الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نضيع لها الالم. في حاجة تانية اللي هي تأخر الانجاب. دي مشكلة تانية بيعملها الطنط الرحم المهاجرة. يبقى اذا لازم نعرف فيها بتشتكي من ايه? وبنان عليه بنتعامل على اساسه. اذا بيختلف العلاج من حالة الى حالة. بالضبط. بالضبط. الاحدث في التعامل مع كيس الشوكولاتة دلوقتي. كيف ترى التعامل معها? برضو على حسن. لو احنا كررنا ان احنا نعمل حق نمجهري. يعني احنا جايالي مثلا حالة عندها شوكولات سست او كيس شوكولاتي. وبصين عليها انت مشكلتك يا ست. انت هو مدايقك الوجع بتاعه? ولا انت عايزة تحمليه? لو قريتلي ان انا عايزة احمل. نبص الاول. هل ينفعها حمل طبيعي? ولا لا. لازم حق نمجهري. لو ينفعها حمل طبيعي. يبقى اذا بندخل بالمنزار. ونبتدي نشيل الكيس. مشكلة ان احنا نشيل الكيس بتبتدي تأثر معانا على مخزون المبيض. ودي مشكلة تانية بنواجهها. عشان كده لو احنا قررنا خلاص ان احنا هنعمل حق نمجهري مش هنشيل الكيس. يبقى اذا احنا عندنا طريق ايه? لو احنا عندنا مشكلة جوه المبيض اللي هي اللي تشوكلت سست. دخلنا بالمنزار شلناه. يبقى اذا احنا هنمشي في طريق حمل طبيعي. بس لازم الاول اكسي كلود اول نشيل كل الاسباب اللي هي ممكن ما يحصلش عن طريقها حمل طبيعي. زي مثلا ان يكون الزوج اصلا عنده مشكلة. يبقى ملهاش لازم ان احنا نعمل المنزار. يكون عندها هي اصلا مشكلة تانية زي مثلا الانبيب مسدودة. عندها مشكلة لتهاف الانبيب مثلا وبرضه مش هيحصل حمل طبيعي. يبقى اذا هنلجأ للحقن المجهري. طيب احنا دلوقتي لو عملنا منزار وشلنا. بعد المنزار الباطني بيبقى نسب النجاح ان يحصل حمل طبيعي بيتزيد جدا. عشان كده بنقول لها استغلي الست شهور او السنة اللي بعد المنزار الباطني. ده بيزيد معانا نسب ان يحصل نورمال كونسيبشن او حمل طبيعي. تمام? طيب احنا من الاول خالص خدنا قرار ان احنا هيعمل حقن المجهري. لا انا مش هشيل الكيس خالص. انا هبتدي معها على طول اجراءات حقن مجهري. لان انا لو شلت الكيس هيأثر معايا جدا على مخزون المبيض. وبالتالي ده هيضعف من فرص نجاح الحقن المجهري. عظيم. لو انا روحت لشكل تاني من اشكال اللي ممكن تكون اعاقة للحمل هو التكايس المبعد. موضوع بقى منتشر جدا. هل هو خمسة وعشرين في المية فعلا? هل هو خمسين في المية من الناس اللي عندها تأخر انجاب? لهذه الدرجة منتشر? خمسين خمسين طب. خمسين وساعات اكتر. اه. في الدول بتاعتنا اللي هي اه دول الخليج العربي وانت نازل كده هو سوريا مصر لغاية المغرب العربي اكتر كمان من خمسين في المية. دة. والمشكلة ان خمسين في المية منهم مايعرفش انه عندهم خمسين في المية من اللي عندهم تأخر انجاب? خمسين في المية اللي عندهم تأخر انجاب عندهم تكايس. وخمسين في المية مين uso ما تشخصوش مايعرفوش. بزرات. ايه اللي خلي يعني ايه تكايس مبعدة? تكايس مبعدة هي القصر او الهالي ستي دي نفع على حمل طبيعي ولا لأ وبالنسب قد ايه. بس هو الاساس عندنا أن انا مديش تنشيط لو انا نويت على حمل طبيعي بيجينا دايماً ستات كتير من ده كثرة مش متخصصين قوي في قصة تأخر الإنجاب الدكتور يديها تنشيط شهر 2-13 ده المشكلة بيزود لنا التكييز المبايد ليه بقى؟ لأن احنا التكييز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكياس صغيرة دي عبارة عن حواي الصلاة أو فوليكلز ما فرقعتش نقول البيضة ما فقستش ما فرقعتش تمام؟ فده بيبتدي يتكرر معانا شهر في الثاني في الثالث يعمل لنا حواي صلاة كتير جداً ما فرقعتش وموجودة جوه المبيض فيبتدي يظهر معانا حتى في منظر الصنار بيبقى شكل سبيسيفيك جداً تمام؟ أكياس 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 حوالين بعضها كده هو وكلها صغيرة لما بنيجي ندي تنشيط تبتدي التنشيط يشتغل على دول يطلع من الأكياس القديمة فللأسف بتبقى الكوالي بتاعتها وحشة جداً وما بيحصلش حمل شهر الثاني الثالث أنا بيطلع بويضات بس للأسف ما بيحصلش حمل أقول لها حضرتك مادات طبيعي لأن اللي كان بيطلع دوة عبارة عن حويصالات قديمة كبرت معانا لكن الكوالي بتاعتها ضعيفة جداً يبقى إذن لازم نعالج الأول تكيّس المبايد نعالجه إزاي؟ نعالجه إن إحنا مبدئياً الست تخس كلمتين إحنا قلنا عليهم في الأول الست تخس ونزبط هرموناتها ولو إحنا عالجنا الاتنين دول يعني هي خسط ونزبطنا الهرمونات ممكن يحصل حمل طبيعي لو إحنا بقى في مشكلة أصلاً تحول إن يحصل حمل طبيعي هنلجأ للإخصاب المساعد أو للحق المجهري ساعتها بيبقى قصة تانية مختلفة ونبتدي ندي إعداد لمدة 3 شهور مثلاً مرحلات ما قبل الحق نبتدي نعدها وبكان نبتدي ندي تنشيط من نوع خاص تمامي يساعدنا إن إحنا نطلع بوايضات فريش كويسة تساعدنا في قصة الحق المجهري ينتج عنها أجنة كويسة الكواليتي بتاعتها كويسة الكواليتي مهمة وهي المشكلة عندها في الكواليتي بالزبط هي دي المشكلة دايما بالزبط ننتقل إلى الحق المجهري نفسه الحق المجهري نفسه كيف نستعد الحق المجهري ما هو أبرز الخطوات الاستعدادية الحق المجهري عملية كلمة استعداد فيها كلمة لها قيمة كبيرة بالزبط بالزبط إحنا ممكن نعد الست لمدة سنة كاملة عشان سايكل واحدة أو محاولة واحدة من الحق المجهري ممكن نصبر عليها لمدة سنة يعني مش مجرد شهر واثنين لا ممكن نصبر سنة بنيدي علاجات عشان نضمن أعلى نسب نجاح في الحق المجهري هي دي النقطة الفكرة في الإعداد الفكرة في الإعداد عن طريق إن إحنا نبص على تحليلها ونعيد تحليل أكتر من مرة الفحوصات بتاعتنا الأشعات نبتدي نعيدها في مشكلة معينة بنبتدي نعالجها عندها في مشكلة عند الزوج ودي نقطة مهمة جدا في ناس كتير بتغفل نقطة الزوج مع أنه هو نص القصة بتاعتنا هو الزوج وبالتالي لازم نعدهم كويس جدا الزوج والزوجة علاجات مستمرة تستمر ممكن لمدة سنة نبتدي نخش في فحوصات جديدة لو ما عملتش منظر رحمي لازم نخش بمنظر رحمي نبص بصة في حاجات ما بتظهرش معانا بالصنار لازم نخش بمنظر عشان نبص عليها مكتلها لحمية صغيرة مش باينة ببساطة ببساطة عندنا مشكلة في البطانة نفسها البطانة نفسها غير قابلة إن هي تستقبل أجنة ممكن ناخد منها عينة لو إحنا شكين إن في مثلا أجسام مضدة دي بتطرد الأجنة أو بتموتها ده كل استعدادات ما قبلها بالزبط دخلنا في استعدادات المباشرة الحقل المجاري تمام إيه النقاط اللي إنت تحب إن إحنا لازم ثقافية اللي بفاهمين حول الحقل المجاري لازم أي ست بتجيلي بعمل لها كاونسلينج كاونسلينج يعني أفاهمها يا ست الكل ويا أستاذي زوجها بيبقى معاها في نسب نجاح وفي نسب فشل إحنا على قد ما نقدر بنزود نسب النجاح لإن كل ست بيبقى جايانا وفيه كونسلت في دماغها أنا جايا اللي هو وصلت الآخر الطريق يعني أنا هخرج من عند الدكتور بعيل على إيدي معظم الناس بيجي لنا القصة دي في دماغهم بيبقى مش متقبلين فكرة إن فيه نسب فشل أفضل من كتب هذه القملة وتجسدت على الشاشة في فيلم اسمه بابا عمل الفنين المبدأ أحمد السق أي فيه مشهد الفيلم ده كان أحمد السقق دكتور نسا وتوليد وكان العبقري أستاذ صلاح عبدالله طبعا هو أيضا دكتور نسا وتوليد أكبر منه طبعا في المركز وكانت دورة بتقوم بدور الزوجة وكان في مشهد مشهور جدا إنها عايزة تخلف فراح تام الحقن المجهري فصلاح عبدالله في أحد المحاولات قال لها لا المحاولة نجحة فكان رد فعليها بجملة مشهورة إزاي أنا جاية حقن إزاي فاشل إيه اللي خالها تفشل هي مش فاهمة ومش مستوعبة نفسيا بالضبط إنه مفيش هكاس ما تفشل في الحقن المجهري بالضبط إنت مش جبت الحقن ما أنا وجبت البوايضة عملت خلاص كل حاجة تمام بالضبط وأولا وأخيرا برضو إرادة ربنا إحنا دايما بنقول للست آه في نسب نجاح وفي نسب فشل لكن أولا وأخيرا إرادة ربنا في ناس بيجي لي يعني أنا مثلا كان معايا حالة تمام الحق أشرف ده أنا منسهوش الصراحة كان جايلي من سهاج تمام معامل معانا حقن المجهري كان تأخر إنجاب 24 سنة انتخيل حضرتك تالي ربع قرن تأخر إنجاب عمل أكتر من محاولة للحقن المجهري في مراكز مصر المختلفة طبعا إنت أخي الجاب إنه هو عاكين تجاوز أكتر من مرة مع ربع قرن ده آه مش مع واحدة بات اتنين اتنين آه بالضبط بالضبط جايلي مفيش آآ مفيش آآ الحيانوتنا نوية ضعيفة جدا عنده الست دايما بيبع عندها مشكلة سبحان الله اللي ستتين عا كان عندهم مشكلة أصف فين إذب تسمعنا ربع قرن ويقول لك الست بروس عندنا كم سنة ده الراجل اللي عنده مشكلة قعد آآ مع اتنين ستات بالضبط الأول مية فشلت خالص والتانية عمل وفشلت وتانية مرة الحمد لله بفضل لنا نجحت مرة اللي قبلها كان ست مرات فشل آآ فشل متكرر جدا وجايلي آآ اتخذنا معاه أحدث البروتوكولات بقى ده الفرق تمام يعني إحنا آخر مرة آآ ما كنا في منظمة القشر في المقتربة عن منظمة القشر كانوا بيتكلموا في تلات نقط مهمة جدا تكلموا معانا في حض نقط الإمبيريوسكوب دي حاجة جديدة جدا في حقن المجهري تمام وتاني حاجة استخدام الليزر في حقن المجهري ده برضو استخدمناها معاه تمام وتالت حاجة الفحص الميكروسكوبي للخصية كان زمان إحنا مرفتح الخصية نبص فيه فيه مفيش خلاص لأ دلوقتي في حاجة اسمها الفحص الميكروسكوبي ده بيطلع علينا يعني زي ما حضرتك لو مفيش حاجة هنطلع برضو يعني يدي فرصة أكبر بكتير بكتير جدا بكتير جدا نريد أنه أم أخدين نبتد نستخدم الليزر في تسقيب البوايدات ونستخدم الليزر تاني في زيادة التصاق الأجنة بابطامة الرحم وده ضعف لنا نسب النجاح وبقت حاجة جميلة جدا والحمد لله فضل الله لسه مولدين المدام عنده كانت حمل في توقم معانا وفضل الله والحمد لله دلوقتي معاها توقم مولاده وبنته ما بسوطين جدا الأمل الأمل المبني على العلم بالظبط الأمل المغطى ومغلف بالسعي الصحيح اللي هو العلم يعني العلم تعريفه السعي الصحيح بالظبط إذن هذا يزيد من نسب النجاح إن أنا أشتغل تحاليل وإنفستيجيشن بدقة قبل الحالة بالظبط لازم ماذا ترى الأخطاء الأكثر شيوعا في التعامل مع الحالة المجهرية الآن الأخطاء الأكثر شيوعا الاستعجال الاستعجال في الحقن لا الحقن لازم له إعداد اللي احنا تكلمنا عليه في الفقرة اللي فاتت لازم نعد كويس قوي الناس بتبقى جاية زي ما بيقولوا بيعيني الوراهم واللي قدامهم عشان محاولة حقن فلازم نحن مقدرين كده جدا لازم لا حضرتك محتاجة إعداد شوية اللي كويسة لا بنخش على طول ما فيش أي مشاكل اللي محتاجة حاجة ما تعملتش تمام لا بنعملها لها وده دايما بيبقى أسباب الفشل المتكرر للحقن المجهري إن دايما الاستعجال بيبقى دايما هو ده البرواز اللي هو سببه فشل الحقن المجهري هل هو السبب الأول أو الأهم في فشل تكرار فشل الحقن المجهري الاستعجال عدم التراوي عدم الاعداد عدم الاعداد الجاية بالزبط عدم الاعداد هي دي فعلا مشكلة كبيرة جدا خاصة إن احنا في دلوقتي حاجات حديثة يعني ده يمكن تاني سبب كان الفشل زمان الأجنة نفسها كان الكواليتي بتاعيتها ممكن ما تبقاش كويسة ومقولاش عارفين نعملها إيه دلوقتي لا في أساليب جديدة احنا ممكن حتى نفحصهم نشوف اللوحش اللي عنده مشكلة في المادة الجينية المادة الوصائية بتاعته بنستبعده وبنحقنوش لأن ده ممكن ياخد معال كويس وينزل وببيكملوش الفحص الوراثي الأجنة معنى إيه الفحص الوراثي الأجنة ده كونسبت جديد معانا بقاله تقريبا سنتين ثلاثة الفترة الأخيرة كنا زمان لو واحدة مثلا عندها مشكلة في بيبي بمعنى نزلت مثلا طفل دون سندروم طفل منغولي طفل عنده مشكلة مثلا في العين مشكلة في القلب وخايفة يتقرر معاها في الجنين الجديد أو في النون الجديد بتجيلي عشان نعمل فحص وراسي للأجنة بناخد عينة من الأجنة بنعملها حقنا مجهاري بناخد عينة خلية أو اتنين بنفحصهم نبص نعمل فحص كروموزومي لهم نشوف لو فيهم أي مشكلة بنستبعدهم ونحقنهمش الأجنة كويسة بنحقنها وبالتالي بنزود فرص النجاح في ولادة طفل طبيعي بإذن الله بنسبة 100% في حالات عائلات بيبقى فيها مرض شائع في الزكور ولكن اللي هموفيليا مثلا بالضبط فبيخافوا مثلا المضطرين أنهم لو عايزين يعملوا حق مجهاري يكون الطفل القادم بنت ما هي دي بقى الفرق ما بيننا هو بين أوروبا في أوروبا وأمريكا لما احنا روحنا وبالصينة لأنهم بيعملوا ده حديد جنس المولود للأسباب دي لحضرتك لسه قيله ده سبب من الأسباب أنا جالي بالضبط أنا جالي ولد مع هيموفيليا أو مشكلة في الدم تمام وبالتالي حضرتك أنا عايزة اللي جاية تبقى بنت وبالتالي بنعملها تحديد جنس مولود لإناس لكن إحنا عندنا بيبقى الأسباب اجتماعية زي ما حضرتك فاهم طبعا سواء إناس أو الزكور هو عنده مثلا أربع خمس بنات عايز يولد أه بالضبط بس تحديد جنس المولود أمر سهل تقنيا مش صعب تقنيا هو ده برضو من الحاجات الجديدة يعني كان زمان كان يقولك لأ إحنا نعمل زي فصل للحيوانات المنوية ده كان زمان كونسبت ابتدوا يفكروا فيه زي تقليعة من التقليع يقولك تكنولوجيا جديدة وهنفصل حالة المنوية الإكس عن الواي تمام كان قيل لك نسب النجاح أو مطلعة قال لك نسب النجاح 90% بتاديد تنزل بعد كده 70% بعد كده بتاديد تنزل لـ 50% تم ما هو أصلا نورمال كونسبشن أصلا 50% يعني هو أصلا الحمل الطبيعي 50-50 50 ولد 50 بنت فخلاص ما بقتش مفيدة قوي دلوقتي لأ بنعمل فحص ليهم بناخد خلية من الجنين نشوف ده ولد ولا بنت بالضبط وبالتالي بنحق نذكره بنحق نقناس وده دخلنا في قصة هو تحديد جنس المولود حلال ولا حرام تمام احنا أنا مش مفتي بس هي الفكرة كلها أنه كله بأمر الله يعني معلش احنا بنوصل خطوة بخطوة ممكن واحدة أطلع منها مثلاً 8 أجنة وبيطلعوا كلهم بنات حلاص وممكن أطلع جنين واحد ولد يعني هو ممكن هو جنين ولا واحدة وهو ولد فالله ربنا رايده وممكن بعد كل هذا المشوار وكل هذه الخطوات تمام ما يكملش الحال بالضبط وبحقن الجنين وما يحصلش الحمل يبقى هو الآية ياهبوا لمن يشاءوا بالضبط يناساً وياهبوا لمن يشاءوا الزكور بالضبط تحقق طيب لن نستطيع أن نغيرها لن نستطيع أن في الآخر إحنا ماشيين في ماشية ربنا بالضبط كل ماشية الله ونرجع ليه الأزهر في تقرير مشروعية هذا الأمر بتالي الفتوى موجودة والفتوى تبيح هذا بالضبط في حدود العلمية والاجتماعية ففيه ضوابط معينة بالضبط فيه ضوابط معينة مهمة جدا بالضبط هروح ليه سؤال بس أسمعك أبو العريف وارجع تمام سؤال محرج جداً عن سن الزوجة فيه محرج الحوار عن السن بس في العلم مفيش محرج ده مهمة قوي فاكتور سن الزوجة أبو العريف هيفتلنا ونسمع فتية أبو العريف قول يا بحر الفهم يا ترعة العلم قول يا كبير يا باشا بقالي فترة ما شفتوش وجه يزورني منور يا لؤي نورك يا عمه عملت إيه في موضوع الحقن المجهري قال قادينا ماشيين في الخطوات ودلوقتي بنشط الطبويض بتنشطوه إزاي بتصحوا بدري وتعملوا تمارين الطبويض قال لا بناخد منشطات وهرمونات محفزة يا لؤي المنشطات والهرمونات دي بتضر أكتر ما تنفع موضوع قلة الخلفة ده مزاتش في بلدنا غير لما بقوا يدخلوا الهرمونات في الأكل ويحقنوا بيها الفراخ البضى والمواشي عشان تسمن وتنتج أكتر عاوز تنشط الطبويض يا لؤي وتزبطوا جسمكو ما تاخدش دواء الدكتور خالص وما تقولوش اسحى بدري انت وامراتك تعملوا تمارين وتجروا خد مراتك كل يوم الصبح واجر يا لؤي بس الكلام اللي قاله ده هو ملاخبة الصحة على الغلط وعمل لاخبطيتها جمد يا عم ايه علاقة التنشيط بتاع الموائدات بالمنشطات اللي بيقضوها في الجيم ده حاجة يا حبيبي وده حاجة تانية والمحاصيل وبتاع وجاء الله كله على بعض سابق لما انت برهندي يعني وقص الكلام صح فوص الكلام الغلط فوص الكلام الغلط ما هي المشكلة ان احنا ناس كتير بيجيلك في العادة مشكل ومثقف طبيا هي دي نقطة رحلة بنفتقدها كتير ان انت بتحتاج بعض المرضى بتفاهمهم من الصفر أو ساعات من تحت الصفر كمان انت بتفاهمهم من نقطة بنقطة بنقطة وده بيكون موجود كبير جدا بس لازم هتعمل كده هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه الاستقافة الطبية مطلوبة جدا جدا او في خطوات الحاجة جدا خطوات طويلة وخطوات بتلعب فيها ادوار كتير الوقت واللي فاهم بيريح يا دكتور ايمي اه اللي فاهم بيريح اللي فاهم بيريح بقى زي نقطة قصة النجاح الحق للمجاري اه حضرتك انا بقولك في نسب نجاح حتى لو تسعين في المية ما فيه عشرة في المية نسب فشر لو لو قدرها لحصة النسبة فشر لحاجة تزعلي بس لو هو فاهم الكلام ده من قبل ما يخوش هيبقى الدنيا جميلة فريق العمل مهم جدا جدا انا لازم نشتغل في تيم وورك كلنا حتى جو المركز عندنا اه بنشتغل تيم وورك دكتور اه اه اخصاب مساعد دكتور الزكورة دكتور المعمل دكتور الوراثة كل دول لازم يقدموا مع بعض وبنعمل لاي حالة بتيجي اي حالة طبع هنعمل ايه هنبتدي دي ازاي خطة علاج بزبط اجتماع وخطة علاج لازم لازم طبعا نورتنا وشرفتنا في هذه النزهة الجميلة يبقى لنا احنا كل حاجة من دول عايزين نتكلم فيها بالتفاصيل يعني النهاردة زي ما قولوا ايه نزرع نزهة علمية لطيفة جدا مرينا على المكتبة خدنا من كل نقطة الاهم والاكسر اختلافا واللي عايزين نركز عليها حطينا ميكروسكوب من قريب على تكالس المبايد مشينا شوية على يعني مرينا مرور لطيف جدا وجميل وفيه برضه فان على بطنطرح المهاجرة اكيد الحقل الميجاري خد الجانب الاكبر لكن كل واحدة من دول موال كبير جدا ضيف العزيز اسم اللامع في هذا المجال استاذ الدكتور رامي العاجمي استشاري النساء والتوليد وتأخر الانجاب والمناظر الترخيص استشاري الحقل الميجاري وصحب الزمالة البريطانية للنساء وتأخر الانجاب وعضو جميع الاوروبية للاخصاب وعلاج تأخر الانجاب كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا المميزة في الناس الحلوة يبقى تأخر الانجاب أمر مهم جدا لازم نحط في اعتبارنا أو في عقلنا كيف نجمع ما بين العلم وبين الأخذ بالأسباب العلم والأخذ بالأسباب والرضى بالقضاء ده مهم جدا معادلة من السهلة معادلة صعبة جدا لكن كل ما هتفهم أكتر وكل ما هتثقف أكتر كل ما هتوب أنت أكتر قابلية للرضى بالقضاء ده شيء مهم جدا نورتنا يا دكتور رامي حبيب دكتور عيمان تشرف ليه طبعا تشرف لي نحن الله يخليك خليكم دايما مع ناس حل في فرق كبير بين ضعف الرغبة الجنسية وبين عدم القدرة الجنسية والضعف القدرة